ياربع صلوا عنيبي اسبر اسبر أوصيكم لا رجع الكشخة أصبر تكلم عنك مليتي لعدها تشبع لك يا ربي أوصيكم وأوصي أطعب الكاميرا آيدي أنا وياك أطعب الكاميرا آيدي لا لا طيب أسمع أوصيكم أوصي نفسي يا ربي أبدب طيب مقدمة أوش الله الحمد لله مساكم الله بالخير مساكم وصبحكم الله بالخير مشاهدين الكرام أعزائي جمهورنا جمهورنا هذا نذكركم وأذكر نفسي وقف اليتيم في مكة في جمعية رؤوم يا رافحة وقف تكفل لك يتيم 300 ريال يعني شيء ما شاء الله جبار كل مننا يا أخي تعبان كل مننا عند أهم كل مننا يبغى الأجر هذا يمكن تخش الجنة بسبب الصدقة هذه ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافي اليتيم كهتين في الجنة وكما الكلام عند أخوي بس ساب ما شاء الله سعد قال كل الكلام وخير الكرام ما قلّه ودل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافي اليتيم كهتين في الجنة الصدقة ممكن أنها تشفيلك مريض وممكن أنها دخلك الجنة فلذلك وصيكم بالصدقة 300 ريال يا ساعة تكفى اليتيم مدى الحياة حتى إذا ما عندك 300 ريال يمديك تتصدق 100 أو بريال أو إذا ما عندك إصطاعة تنشر هذا الوقت الدال على خير كفالة لا أنا بجيبكم أنا بغيّر بغيّر اسمي إيش أنت رجو مفتح ساكفى نايف سعد أنت يوم تتكلم قبل شيء ويش تدور ها؟ يوم تتكلم قبل شيء ويش تدور تدور إيش؟